نادي الأهلي المنتخبات الوطنية حتى وإن وقع عليه الضرر حتى وإن وقع عليه الضرر في بعض المباريات بسبب الأخطاء التحكمية الفجة والمتكررة وآخرها ما جرى في مباراة الأهلي وطلاع الجيش أمس من جانب حكم اللقاء وحكم الفيديو المساعد هذه الأخطاء طبعا التي كشفت أن مثل هذه الأخطاء منذ بداية الموسم لم تكن تقديرية لذا يود النادي التأكيد على النقاط التالية أولا التقدير الكامل للجهد الكبير الذي بذله لعب النادي الأهلي وجهزهم الفني والإداري والطبي على مدار الموسمين المتلاحقين أي أن كانت هوية بطولة الدوري هذا الموسم فقد حقق هؤلاء بطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي وكأس مصر في الموسم الماضي ودوري أبطال إفريقيا موسم 2019-2020 والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2019-2020 والسوبر الإفريقي 2019-2020 ودوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي موسم 2020-2021 بالإضافة إلى أنهم يستعدون للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي في قطر سبتمبر المقبل وكأس العالم للأندية التي ستقام باليابان ديسمبر القادم ثانياً لم نجد تفسيراً لتكرار الأخطاء التحكمية في مباريات النادي الأهلي على وجه التحديد التي أفقدت الفريق 15 نقطة في سباق الدوري وهو أمر يطرح تساؤلات عديدة عن سر غياب العدالة ثالثاً قمنا بمخطبة اتحاد الكرة مرات عديدة وحذرنا من تكرار الأخطاء غير المقبولة للحكام التي نسفت مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنفسة وتلقينا وعوداً بتطوير منظومة التحكيم ورغم كل هذا ومع استئناف فريق الأهلي مبارياته المحلية عقب الانتهاء من مشاركاته الأفريقية لم تتوقف عند هذه الأخطاء وأثرنا التحمل فوق الطاقة حرصاً على نجاح واستكمال المسابقة وحتى لا يتشتت تفكير لاعبين بمثل هذه الأمور خاصةً أنهم يعانون من إجهاد بدني وذهني غير مسبوق بسبب ضغط المباريات وهو أمر لن نقبل به مرة أخرى خاصةً أن تراكم المباريات على فريق الأهلي كان لداعي أهم وهو اللعب باسم مصر في البطولات الدولية والتتويج بالألقاب القرية رابعاً إذا ما يحدث من غياب للعدالة في مباريات النادي الأهلي فإن النادي ينتظر رد اتحاد كرة القدم بشأن استقدام حكام أجانب من التصنيف الأول لمباريات النادي الأهلي في بطولتي السوبر المصري وكأس مصر على أن يتحمل النادي التكاليف كاملة وإيجاد حلول قاطعة مع لجنة الحكام والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديد للحفاظ على حقوق كل الأطراف موسيقى